ككل قضايا الحرب في سوريا وقعت قضية اللجوء والهجرة فريسة التأويل والتفسير والتشكيك إضافة إلى الدعوات والدعوات المضادة للسفر بحثا عن مستقبل أكثر أمنا أو البقاء والثبات في حضن الوطن حتى ولو كان ذلك تحت وقع براميل النظام وسكاكين داعش الائتلاف المعارض يتخوف من خطة كبرى لتفريغ سوريا من سكانها لصالح النظام ويطالب السوريين بالعودة وبالصمود وعدم إنجاح هذه الخطة فضلا عن مخاوف من تفريغ سوريا من كفاءاتها وعقولها وهو ما تسعى إليه أوروبا لتحقيق مصالحها بحسب بعض الأطراف المعارضة فهل يحق لأي صوت ينطلق من خارج سوريا أن يدعو السوريين إلى عدم الخروج والبقاء وهل هجرة السوريين ضرورة أم خيار في ظل العنف القائم في هذا البلد نرحب بضيفينا من اسطنبول عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد رمضان ومن لندن الإعلامي السوري المعارض غسان إبراهيم أهلا بكم ضيفاء حلقة اليوم في غرفة الأخبار أبدأ معك أولا هذا الحوار سيد غسان إبراهيم من لندن خطورة ما يحدث خصوصا في ظل الحديث عن هذا التغير الديموغرافي الحاصل في سوريا بالتأكيد هناك أن يشاهد رغبة دولية بعدم المبادرة أو تقديم أي دور حقيقة ما يحدث اليوم من تهجير وبدأت آثاره تصل حقيقة إلى أوروبا بشكل أساسي أنا هنا أود أن نذكر أن الأوروبيين نحن كسوريين نبهناهم في أكثر من اجتماع أنهم إن لم يأخذوا قرارات حاسمة وجزرية في حل الأزمة السورية سوف تصل آثاره حتى إليهم سوف يجدون الملايين من السوريين يأتون إليهم هذا الشيء بدأ يظهر بشكل واضح هذه ليست رغبة أوروبية أن يهاجر السوريين هي رغبة إيرانية رغبة النظام النظام وإيران يرغبون بتفريغ سوريا هذا التفريغ يأتي من محاولة لإضعاف البنية السورية وبالتالي يمكن لإيران أن تمارس دور بإحضار مثلا أفغان إحضار من مختلف المكونات من خارج سوريا وإرسالهم إلى سوريا وتجنيسهم كما يريد بشار الأسد الجميع يتذكر أن بشار الأسد قال أن سوريا ليست لأي واحد إنما فقط لمن يدافع عن بشار الأسد ليست لمن يحمل الجنسية بل لمن يدافع عن النظام فبالتالي هي ليست للسوريين بل هي للميليشيات الطائفية التي تأتي إلى سوريا هذا نوع من المخطط الذي ترغب إيران في السير فيه لا أعتقد أن الدول الأوروبية تؤيد هذا الشيء لأنها سوف تدفع الثمن سوف تشاهد الملايين من السوريين التجهون إلى الدول الأوروبية هذا الشيء حقيقة مع توافض الأعداد الكبيرة من السوريين دفع قلق ضغط على الأوروبيين وحثهم للتفكير بشكل أكثر جدية للضغط على النظام أو للضغط دوليا لخلق حل في سوريا سيد أحمد رمضان في اسطنبول ألا تعتقدون بأن دعوة الائتلاف للسوريين بالصمود وعدم الهجرة إلى أوروبا أو غيرها دعوة صعبة التنفيذ وغير واقعية في ظل تحملهم لنيران داعش من جهة ونيران أيضا النظام السوري من جهة أخرى دعيني أشير في البداية إلى أننا ننظر إلى مسألة اللجوء والطرار السوريين للهجرة من بلدهم بهذا الشكل على أنها مسألة سياسية وليست مسألة إنسانية فحسب العالم يريد أن يحولها أحيانا إلى نوع من المأساة الإنسانية ويبقيها في هذا الإطار دون أن يعالج الجذر السياسي الأساسي لهذه المسألة قضية التهجير في سوريا لم تبدأ الآن بدأت مع بداية حركة التغيير في سوريا في 2011 عندما بدأ النظام باللجوء إلى الحل الأمني وضرب المدن والأحياء بشتى أنواع الأسلحة بدأ بالأسلحة الخفيفة وانتهى بالصواريخ والبراميل المتفجرة اليوم أصدرت الأمم المتحدة تقريرا قالت فيه أن هناك عشرين مليون وخمسمائة ألف مواطن سوري في حكم المنكوبين والمتضررين أي تسعة وتمانين في المائة من الشعب السوري وإذا جمعنا أعداد النازحين وأعداد اللاجئين نحن نتحدث عن خمسة وستين في المائة من الشعب السوري الآن بين نازح ولاجئ أيضا لا أعتقد أن هناك مأساة مرت على العالم خلال سبعين سنة الماضية بحجم مأساة الشعب السوري وجذر هذه المأساة هو نظام يستخدم كل أدوات القتل مدعوما من إيران والآن هو مدعوم أيضا من روسيا هناك دولة إقليمية كبرى ودولة عالمية أيضا كبرى تدعمان هذا النظام وتوفران له كل مقاومات القتل ومقاومات الاستمرار في حركة التهجير بمعنى آخر نحن نتحدث عن شعب من 23 مليون نسمة هو في حكم المنكوب ومتغير الآن في الحركة ويضطر للنزوح في الداخل واللجوء في الخارج ما يجري الآن على المستوى الأوروبي لا يواجه سوى 2% من أعداد اللاجئين في خارج سوريا تركيا تتحمل الآن حوالي 38% من حركة اللجوء لبنان حوالي 18% المملكة العربية السعودية ودول الخليج حوالي 16% الأردن حوالي 14% لكن أوروبا الآن بالخطط التي وضعتها لاستيعاب اللاجئين فقط 2% فلا أعتقد أن القضية تستحق الآن النظر إليها بهذا الشكل مع تجاهل المقاومات أو الأسباب الأساسية لحركة اللجوء التي أشرت إليها اسمح لي فقط سيد أحمد رمضان وأرجو أيضا من سيد غسان إبراهيم أن يبقى معنا نعرض هذا التقرير إذ يواجه اللاجئون السوريون عقبات عديدة في رحلتهم الشقة إلى أوروبا بحثا عن الأمن من ولاية الحرب في بلادهم لكن مع بدء موسم الأمطار في أوروبا تضاعفت المشقة وزادت العقبات كاميرا سكاي نيوز عربية رفقت مجموعة من اللاجئين على متن حافلة من بلغراد إلى صربيا واستطلعت أحوالهم أمطار أوروبا تكشر عن أنيابها للاجئين وكأن كل ما في الرحلة من مشاق وصعوبات لا يكفيهم حتى تأتي هذه الأمطار الغزيرة لتزيد الطيناب الله وبينما يتكل اللاجئون طرقا للوقاية من المطر يتساءلون فيما بينهم عما ستحمله الأيام المقبلة من صعوبات ما أن وصلت الحافلة حتى احتشد اللاجئون أمامها ليس فقط لتحميلهم من المطر ولكن لأنها ستأخذهم على طريق إنهاء المعاناة هذه حافلة من حافلات كثيرة تتجه إلى حدود الهنجرية من يستخلها من اللاجئين السوريين يأمل أن تقوده إلى حيث تنتهي آلامه ومشاكله نسمع هنا حكايات كثيرة عن صعوبات ومشاق مرت بهم خلال الرحلة ولكن ومع انخفاض درجات الحرارة وازدياد سوء الطقس تزداد هذه المشاكل وهذه الصعوبات سائق الحافلة لا يعرف الإنجليزية ولا العربية هو فقط يسير في طريقه نحو الحدود بينما كان ركابه يرون لنا قصصا عن تعرضهم للمعاناة من التقس السيء فضلا عن الاستغلال بسوء المعاملة هاي الحمد لله الحمد لله نفدنا على خير حظنا حلو يعني طول معنا ثلاث ساعات أخذوا شيء حوالي 2400 مهاربين بس الله يعطينا عافية مرأنا على خير وغيرنا غرؤوا نفس اليوم غرؤوا شيء 47 واحد لما طلعنا بالبلم مشينا شالة واحد كيلومتر بلش البلم يدخل ماي كتير توسعت الماء للركب رفعنا البلم شوي انو شام ماي كتير نزلوا شباب في شباب كتير راح تسبحة رجعت على الشاطئ اسباحة فجأة البلم من كتر الضغط فاعة فشلنا لبسنا شلحنا وسدينا في البلم كلمان نكمل فينا المياه كملنا وصلنا للمياه الدولي فجأة البلم غرؤ فينا وراحت كل أوراقنا وشهاداتنا والبس بورات كلها راحت في البحر وبينما تواصل الرحلة طريقها تتراوح توقعات اللاجئين بين الأمل والخوف بعد أن سمعوا كثيرا عما ينتظرهم في هنجاريا أشف ساعد سكاينيوز عربيا من على الطريق المؤدي إلى الحدود السربية الهنجارية سيد غسل إبراهيم بالتأكيد استمعت إلى هذا التقرير الذي يعرض طبعا أحوال بعض السوريين ورحلتهم طبعا المريرة تركيز الإعلام لتحويل هذه الأزمة إلى قضية إنسانية بحتة بعيدا حتى عن حل أسباب لجوء هؤلاء ما خطورته؟ يعني ما خطورة نسيان أو تناسي أن سبب من هجرهم ومن دفعهم للجوء هو القتل والمجازر والبراميل المتفجرة في سوريا تماما حقيقة هذا يعود إلى سبب أساسي وهو أن الأمريكان بعيدين عن كل هذه الأزمة هم قادرين حل هذا الموضوع وبالتالي لن يتدفق المواجرين ويصلوا إليهم فبالتالي هم غير مكترثين لا يوجد عباء حقيقي على الولايات المتحدة الأمريكية أن استمرت الأزمة سنوات وسنوات بينما الأوروبي مع الوقت سوف يبدأوا يشاهدون أعداد كبيرة تأتي ولكنهم غير قادرين يعني من يحل الأزمة في سوريا هو قرار أمريكي بالدرجة الأولى بالتراضي مع الروس كدرجة ثانية سوف يفرض حل الجميع يعلم يعني البارحة مثلا قال وزير الخارجية البريطاني قال به اتصال هاتف واحد إلى الروس أو الإيرانيين يمكن يعني من طرفهم إلى بشار الأسد أو إلى النظام تنتهي القضية إذن من يمنع هذا الاتصال من يمنع هذا الاتصال هو منسق المشهد الإقليمي في سوريا والمتحدة الأمريكية التي تمنع الدول الصديقة أن تسلح الثوار تمنع السلاح الفعال من إضعاف النظام تمنع إيجاد حل حقيقة فقط لإرضاء الإيرانيين هناك رغبة أمريكية لفرض دور إيراني بشكل أو بآخر لا تريد انهيار إيران في سوريا لا تريد أن تعود سوريا إلى الحاضنة العربية إلى الدور العربي تريد إبقاء دور شيطاني حقيقة للجانب الإيراني في سوريا بشكل يبقي هذا الضغط على الدول العربية يبقي الضغط على هذا الوضع الإقليمي فبالتالي إن كان هناك قرار دولي قرار أمريكي بإنهاء الموضوع سوف تنتهي القضية بشكل قضية بضعة أسابيع بضعة أشهر أو على الأقل نشاهد ملامح للحال لا يوجد أي ملامح اليوم يشاهد تدفق الروس نشاهد تدفق الإيرانيين نشاهد أموال كثيرة لدى الإيرانيين لاستثمارها في قتل السوريين والأوروبيين عاجزين عن فعل أي شيء حقيقي سواء الاستماع إلى السيد الأمريكي سيد أحمد رمضان بما أن الائتلاف متخوف من هذا اللجوء السوري إلى أوروبا من سينتقل إلى سوريا برأيك بعد تفريغها الممنهج وبعد التغيير الديموغرافي الذي سيطرأ عليها نحن حذرنا كثيرا من أن ثمة أطراف لديها مخططات في هذا المجال نحن لا نقصد بالطبع الدول الأوروبية نحن نقدر تقديرا عاليا كل المشاعر التي تأتينا من الشعوب الصديقة ومن الدول التي تتضامن مع مأساة الشعب السوري ونتابع هذا الموضوع بتقدير عالي لكن ثمة أطراف مثل إيران لديها مخطط واضح الآن في سوريا من ناحية توطين مرتزقة ومستجلبين من بعض الدول ومنها إيران وبعض أيضا الطوائف التي تتعامل معها إيران لتوطينها في مناطق محددة في سوريا سواء في دمشق في ريف دمشق أو في حمص أو في الساحل السوري وهناك حركة نشطة للبناء والسيطرة على المنازل وأيضا لإرغام المواطنين السوريين الأصليين السكان الأصليين لهذه البلاد على الهجرة منها إلى الخارج بدوافع متعددة منها استخدام القتل الكبير كما يتم في ريف دمشق وكما تم أيضا في حلب أنا أريد أن أشير هنا إلى مأساة حلب الكبيرة حلب تضم في المحافظة ستة ونصف مليون نسمة في المدينة هناك حوالي أربعة ونصف مليون نسمة الآن يوجد في مدينة حلب فقط ميتين وخمسين ألف نسمة بمعنى آخر لم يتبقى سوى حوالي خمسة عشر إلى تمنتعشر في المائة من السكان الأساسيين في مدينة حلب هناك عملية تهجير واسعة تتم باستخدام القتل العشوائي بالبراميل المتفجرة والصواريخ لا شك أن إيران تقف وراء هذا المخطط تساعدها الآن روسيا بهذا التدخل السافر الذي يتم الآن بإرسال أسلحة وبناء قواعد واسعة وبإرسال أيضا جنود ومرتزقة ونحن في الاتلاف نشرنا أيضا صور لهؤلاء في عدد من القواعد العسكرية واليوم أقر وزير الخارجية الروسي بوجود من سماهم بالمستشارين لكن في واقع الحال أشارت بعض الأنباء ومنها رويترز إلى انخراطهم أيضا في عمليات قتالية ونحن أشرنا بوضوح إلى أن أي جندي روسي يقاتل الآن مع النظام أو يتحرك خارج نطاق القاعدة العسكرية الموجودة في طرطوس سيعتبر هدفا مشروعا ويعامل على أنه جندي محتل لسوريا وبالتالي من حق الثوار التعامل معه تماما كما يتعاملون مع المرتزقة الذين تأتي بهم إيران من جهة أخرى سيد غسان إبراهيم هناك من يقول بأن من مصلحة داعش أيضا تفريخ سوريا من شعبها لإقامة دولته أو إماراته المزعومة يعني المصلحة يبدو بأنها عامة هنا ما رأيك يعني للأسف كل أعداء سوريا مستفيدين من معاناة الشعب السوري بالتأكيد داعش دائما تستخدم الرعب والقتل والإجرام ونشر الأخبار التي تثير يعني الذريعة لدى يعني تثير نوع من الخوف لدى السوريين فبالتالي تدفعهم للهروب منها يعني شاهدنا كثيرا من الحالات عندما تهجم داعش على مدينة أو قرية أو منطقة يهرب سكان منها بالتأكيد يهربون نتيجة ما سمعوا من قصص مروعة من جرائم ارتكبتها سابقة داعش بالتأكيد هذا التهجير هو نتيجة لأعمالها وبالتالي يسهل عليها المهمة فرض الهيمنة على المساحة أكبر من سوريا وبالتالي أيضا تستقدم يعني المتشددين من كل أنحاء العالم وهنا أيضا نعود إلى نقطة أساسية أين هو المجتمع الدولي يعني نشاهد الطائرات الأمريكية تضرب داعش فقط إذا تم اشتباك مع الأكراد ولكن عندما داعش تهجم على الثوار كما يحدث في شمال حلب نشاهد أن النظام يتواطئ معها نشاهد أن التحالف الدولي لا يقوم بدوره يعني لا نريد أن يقول يتواطئ بل على الأقل أنه يغض النظر إذن لماذا هذا التوسع الكبير لداعش لماذا يعتزل هذه التساؤلات الكثيرة مطروحة وهي في زمة المجتمع الدولي عليها أن يقف عن معالجة الأعراض عليها أن يعالج أسباب المشكلة سبب المشكلة هذا النظام الذي ولد هذه الظروف وهذه الأعراض سيد أحمد رمضان رأينا صورة الطفل إيلان طبعا على الشاطئ هي حركت قليلا ربما المياه الراكدة عالميا ولكن هل ترى بأنها وصلت إلى الحد الذي تحرك فيه أوروبا بجدية موقفها تجاه حل الأزمة لغاية اللحظة لا نراهم يدرسون أسباب حل هذه الأزمة هم فقط يشجعون السوريين بفتح الأبواب لهم كما حدث مثلا مع ألمانيا ودعوة من الاتحاد الأوروبي أيضا لاستقبال اللاجئين واستقبال حصصهم من اللاجئين السوريين يعني حولوا العملية كلها إلى قضية إنسانية ربما لمآرب سياسية داخلية ما رأيك؟ تماما يعني الحقيقة الأوروبيون يتعاملون مع الموضوع من زاوية إنسانية ويتعاملون مع الموضوع من زاوية سياسية بشكل محدود جدا هم سلموا زمام الموضوع السياسي تقريبا إلى الطرفين الأمريكي والروسي والآن الأمريكان تقريبا هم في زاوية الانتظار قليلا ويتركون الروسي يتصرفون معتقدين أن التورط الروسي سوف يعمق مأساة بوتين وروسيا وأيضا التورط الإيراني سوف يعمق مأساة إيران لكن كل التورطين حقيقة هم على حساب دماء الشعب السوري نحن قلنا لكافة الأصدقاء الدول الصديقة كل يوم تتأخرون فيه في اليوم الواحد نحن نقدم ما بين خمسين إلى سبعين شهيدا من بينهم قرابة خمسة وعشرين طفل وأمرأة بمعنى آخر هناك شلال من الدماء ينهار يوميا ينهمر في سوريا لا يمكن البقاء على مقاعد الانتظار أوروبا لم تقم حقيقة بالدور الذي يجب أن تقوم به سياسيا هي تشعر الآن بالمشكلة من الناحية الإنسانية ولكن تحاول التغلب عليها أنا أريد أن أشير هنا إلى نقطة مهمة أن خمسة وسبعين في المئة من الذين يهاجرون الآن إلى أوروبا ليسوا من اللاجئين الموجودين في دول جوار سوريا ولكن جاءوا من داخل سوريا ومن المناطق التي يسيطر عليها النظام وبالتالي هناك حالة واضحة الآن حتى في المناطق التي يسيطر عليها النظام هناك هروب جماعي من هذه المنطقة شعور الناس أنه لا يوجد أمان وبالتالي إلى متى سنبقي هذا النظام يستخدم بهذا الشكل من أجل تصفية كل ما يتبقى من أثر في سوريا سواء كان البشر أو كان العمران أو كان البنى التحتية هذه مشكلة كبرى يتحمل مسؤوليتها أنا لا أقول فقط الجانب الأوروبي نحن بشكل عام نتحدث عن مسؤولية المجتمع الدولي مجلس الأمن مسؤول عندما يتعرض شعب إلى ما يتعرض له الآن الشعب السوري من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أن يتحرك ويتخذ الإجراءات المناسبة ولا يمكن القبول بمنطق أن هناك دولة تأخذ فيتو أو دولة أخرى تعيق هذا الإجراء وجدنا في مناطق عدة من العالم مجلس الأمن تحرك وفرض أيضا إرادته على الأقلية التي تحاول أن تعيقه والولايات المتحدة تصرفت في أكثر من المرة في البلقان وفي العراق وفي غيرها من الأماكن دون أن تنتظر الضوء الأخضر من مجلس الأمن لا يمكن الانتظار أكثر من ذلك الآن بالنسبة للوضع في سوريا دعني أخرى عليك سيد أحمد رمضان وعلى سيد غسان إبراهيم بعض مشاركات مشاهدي سكاينيوز عربية على مواقع التواصل الاجتماعي بآرائهم وبعض أسئلتهم حمدي الزايد يقول لا توجد حياة في سوريا كي يعيش السوريون فيها محمود شعبان يقول النظام السوري هو المسؤول الأول والوحيد عما يحدث من قتل وتهجير في سوريا حسن بورتيما يقول عملية اللجوء الأخيرة مفتعل باتفاق تركي أمريكي من أجل تفريغ سوريا من كل مقدراتها أسامة علي يسأل لماذا لا يستقبل الغرب بشار الأسد ويعيد اللاجئين إلى ديارهم محمد الغامد يقول الغرب يتآمر على سوريا وعلى شعبها ثم يستقبل اللاجئين ليظهر بمظهر الرحمة والإنسانية محمد أبو الفضل يقول هل يمكن أن يهدد اللاجئون السوريون التركيبة السكانية في أوروبا أتقف عند هذه النقطة سيد غسان إبراهيم رأينا ندفع الأوروبية استهجنها الكثيرون كموقف مثلا هنغاريا بعض الدول الإسكندنافية التي عبرت صراحة عن مخاوفها من يعني لجوء السوريين إليها كيف يمكن فهم هذا الموقف الأوروبي في ظل تخاذل أيضا دولي تجاه الأزمة حقيقة هذه التصريحات غالبا ما تأتي من بعض الأحزاب المتطرفة المتطرفين اليساريين أو المتطرفين اليمينيين هم الذين عادة ما لديهم أصوات يعني عالية تجاه أي لاجئين سواء كانوا سوريين أو غير سوريين دائما هذه الأصوات اعتدنا على سماعها منهم قبل الأزمة السورية منذ أزمات كثيرة كان يأتي المهاجرين وكان دائما تصل هذه الأحزاب بالصدفة إلى الحكم فيكون صوتها أكثر ضجيجا وأكثر ارتفاعا لذلك نشاهدها في بعض الدول ولا نشاهدها بشكل كبير في الدول الأخرى في هونغاريا هي دولة في النهاية تقريبا أفضل من المتخلفة بدرجة واحدة دولة من الطراز من الدرجة الثالثة وليس من الدول المتقدمة انضمت الاتحاد الأوروبي مؤخرا مجتمعها منغلق جدا متكون من طائفة واحدة من لون واحد فينظرون إلى الأمور بشكل مختلف شكرا جزيلا لك غسان إبراهيم الإعلامية السوري المعارض من لندن شكرا جزيلا أيضا لعضو الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد رمضان من إسطنبول ترجمة نانسي قنقر